اشتركوا في القناة اليوم سوف نبدأ بشكل علمي سوف نتطور بهذه الرياضة اليوم سوف نبدأ بالسلسلة هذه السلسلة سوف تكون الى جانب سلسلات اخرى هي الاسباب التي خلتني اصلا اسوي هذه القناة فهي الغرب من هذه القناة هذه الأمور اللي رح تيها بالفيديوهات السابق المستقبلية ان شاء الله شوية رح تير جدل مو اي واحد رح يصدق بيها رح يجوز تعرض انتقادات لكن ما يهمني اللي يهمني عني بانه عندي ناس تسمع وتاخذ النصيحة وتمشي بيها وتجربوا بنافسك وشوف اللي رح احتي اذا كان صدق لولا رح احتي من ضمن السلسلات اللي جاية ان شاء الله هي الفرق بين الضيق والوسط والعريض امور تقص شوان عضاية تقلصها وشوان متجهات امور اصلا تمارين حركتها تكون مئة بالمئة غلط و اصلا اكو اجهزة مصممة غلط يعني اكو هواية امور ان شاء الله جاية متحمس لها انا كلش لكن اليوم رح نبدأ بفتشي هذا الفيديو انا ردت يكون اول واحد لان هذا الفيديو رح يكون اساس هاي القناة كليتها فهذا الفيديو هو اساس للفيديوهات الجائفة ضروري 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 هذا الفيديو تشوفه هذا الفيديو هو مجرد عن فتة قانون صغير قانون بسيط زيان ما بيكون ليت خمس كلمات هالقانون اذا عفضته رح يتغير مفهومك كل شي رح يتغير انك رح تبدي تعرف شون احول عليها راس مني اعضلة رح بدي اعرف شون اخذ حركة بشكل صحيح وشنية يعني حركة صحيحة هذا القانون رح يغير عندك بلا ما شوقك رح تقول لي شنو هذا القانون القانون يقول اقصى انبساط يؤدي الى اقصى تقلص ست كلمات ست كلمات اقصى انبساط يؤدي الى اقصى تقلص تمام هذه الست كلمات اللي ما بيها شي مجرد تحفظها رح تفتهم الموضوع كل مجرد تحفظها اقصى انبساط يؤدي الى اقصى تقلص مجرد تحفظها مجرد تحفظها هذا القانون نين اجي ما جبت عني من جيبي هذا القانون هو من بايوميكانيكس او الميكانيك الحيوية الفكرة من هذا العلم بانه يفهمك شون جسمك يشتغل يفهمك شون تأثير الزوايا من التمارين يفهمك شون تأثير الجانبي الجاذبية على التمارين شون الفرق بين هذا التمارين شون ركز على يراس بنياء عضلة شون الفرق بين هذا التمارين على فلان عضلة يعني يفهمك كل شي فاذا بس عرفت لهذا القانون صدقني انت راح تغير هوايس والف من تجي الطبق على العضلات الباقية على العموم ما راح اطبق لك هذا القانون لانه مثل ما قلت لك بس اريد هذا الفيديو بانه تعرف الجاي ان شاء الله سيكون فتح مختلف الجاي ان شاء الله سيكون شي مميز لانه كافي بعث الجاي ان شاء الله راح تحتاج هذا الفيديو بي راح تحتاج انه تعرف هذا القانون فحفظوا ايايا راح ارجع عيد الكيا بالانجليزي maximum stretch least maximum contraction بالعربي اقصى امبساط يؤدي الى اقصى تقلص طبعا اكيد هنديهش على العضلة يعني اقصى امبساط للعضلة راح ينطيني اقصى تقلص العضلة تمام راح انطيك فد مثال على البوش داون البوش داون يقولون من تصعد البوش داون راح تسعين وانزل لا تروح كامل راح تسعين وانزل حتى تبقي شد على العضلة نحن نحن نعرف ما تسعين تريد تفتحها اذا هي من تقلص تم تفتحها انطيك امبساط يعني عكس التقلص اذا انطيك تحصل على البوش داون ما يصبح عندي اقصى انطيك امبساط امبساط للترايسب لا لان شعرها.. انه يسقط ٩٠ من النهات و اصلا مو ١٥ ن انه يصدر ٣ روسي من هذا هذا و لكن في العموم اذا ما اقسم عن هذه الزاوية سوف نقوم منه نفس هذه الزاوية زاوية ٩١ كان صاعدات كثيرة هذا هو ٤٠ بساطة للترايسبس لا اقسم بساطة الوين هذا هو ٢٠ بساطة لديها اقسى تقلص هل اقسى بساطة ؟ لا اقسى بساطة هل ستطيني اقسى تقلص ؟ لا لكن هذا اقسى بساطة هذا اقسى بساطة الدريسيبس سيطيني اقسى تقلص ممكن وهذا فكرة عن الموضوع انه الكوائي هل يقول عندي هذا الهي ولكن هذا الجزء من الدريسيبس يكون ضعيف عندي ما يمكن احوال عليه ؟ انتبع لك بنفس الرأس هذا الرأس لا تستطيع اشتغل على جزء من رأس معين لكن ما أفعله هو روح كامل روح كامل ينطيها اقصى مبساط حتى ينطينا اقصى تقلص وبالتالي اقصى تطور للعضلة الممكن على مجرد مثال صغير حبيت ان تفتهم اهمية هذا القانون صدقني بعدين من ان اطبق هذا القانون على كل عضلة و اطبقه على كل تمرين تدري ما حيث يحدث سوف يفتح اقلك و تبدأ تعرف التمرين و من تفتهم شيء سوف تنوع به و ليس مجرد ان احفظ فلان كابتن قللي له فلان مدرب قللي سوي هيتو و اخذها عمياوي و بعدين ان اهمي الاضل تقول حياتي اتمرن و نجيين واحدان يعلمه و اقول له سوي هيتو و الله شنو هذا ما وجدنا عليه اضاء و اجلالنا نريد هذا شيء نريد نفتهم لان من نفتهم لا يحتاج بعد نحفظ على العموم لا يريد اطول هذا الفيديو عليك مجرد بس حبيت اعرفك على هذا القانون لانه نحتاجه بعدين مثل ما قلت لك هو الاساس من الفيديوهات الجاية و هو الاساس اللي يمشي علي دائما بتمريني ارجع عيد الكيا حتى يستخب دماغك اقصى انبساط يؤدي لأقصى تقلص هذا كل ما بالقانون هذا كل ما بالقانون ارجع عيده حتى تحفظه ضروري 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 و انتظر ان شاء الله فيديوهات الجاية صدقني سوف اقدم لك فاتشي مميز سوف اقدم لك فاتشي مختلف ان شاء الله فيديوهات الجاية موسيقى